أشهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظم بالجهود الكبيرة التي بثلتها القوات الأمنية لحماية مواكب الزائرين ونجاح مراسم الزيارة وقضى المكتب الإعلامي للكاظم في بيانه إن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظم قدم تعازيه للشعب العراقي والأمة الإسلامية في ذكر استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام وأكد أن العراقيين يستلهمون من هذه المناسبة مبادئ الصبر والإباء والإيمان التي استشهد عليها الإمام موسى بن جعفر عليه السلام وعبر الكاظم عن شكره للملكات الطبية والصحية وجهودها في تقديم الخدمات وحث الزائرين على الالتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بوباء كورونا كذلك قدم شكره لجهود نقل الزوار